حقيقة انه سواحل مصر يعني ممتلئة ويمكن الصور على القنوات كل القنوات بتنقل من السويس ومن العين السخنة ومن الساحل الشمالي واسكندرية كل حتة في مصر الناس بتستمتع بالأجازة وحالة من البهجة ولمة العيلة اللي بنبقى يعني وحشانة كلنا انها تكون موجودة الحمد لله بنقدر ان احنا نعملها في الأجازات كل سنة وحضراتكم طيبين احنا كمان بدورنا بنحاول نكون جزء من صناعة البهجة وصناعة هذا الترفيه والحقيقة انه مع انطلاق فعليات مهرجان العالمين من الأسبوع اللي فات وحنا بنتابع معه حضراتكم اللي بيحصل في العالمين وابتدينا بمرش الكبار مباراة الجيل الدهبي واللي فاز فيها فريق الكابيتانو كابتن حسام غالي حبيبي الملايين والحقيقة انه الناس كانت متابعة بشغف كبير والجمهور في المدرجات هناك كان يعني بيتابع المباراة بشغف كبير جدا والأجواء كانت جميلة وكلها بهجة وده الحقيقة اللي احنا متعودين عليه بلدنا انه يكون عندنا الرواد في كل المجالات ومهرجان العالمين اللي بيجعله الحقيقة مهرجان مميز هي مسألة انه فيه عدة مهرجانات جوه المهرجان ماينفعش نقول عليه مهرجان واحد لما نشوف كل هذه الاحداث الرياضية اللي حصلت مش بس كرة قدم كرة الشاطئية وكل النجوم العالم اللي موجودين على ساحل البحر المتوسط في العالمين حيب بنبقى كلنا فقر وعزة باللي بيحصل في العالمين كلنا كنا منزور الساحل الشمالي وكنا بنشوف ده من سنين انه اللي حاصل دلوقتي من تطوير ومن أبراج ما كانتش أصلا هذه الصناعة موجودة عندنا في مصر على شواطئ العالمين ده إنجاز كبير جدا يعني اتحقق في وقت فعلا قليل يعني على مدار السنين اللي فاتت احنا كل مش عايزة أقول من الصف للصف لو زورت العالمين في يعني نص سنة هتشوف برضو تغيير وحتى الملاحظ من كل الناس اللي ساكنة هناك السياحة ما شاء الله سواء من إخواتنا العرب أو حتى من الأجانب الموجودين هناك واستمتعهم وكلامهم عن مدينة العالمين والأجواء المميزة اللي بيعشوها وبيعشقوها بيحبوا الصيف في مصر الناس اللي جات قبل كده السنة دي جاية ومعاها صحابها وعايزة تشوف والتابع كل اللي بيحصل في العالمين وده الحقيقة بياخدنا ويوصلنا للهدف الأساسي من إنشاء مدينة العالمين المسألة مش بس مصيف بالنسبة لنا احنا كمصريين لأ دي وجهة سياحية ترفيهية ثقافية فريدة ومختلفة اعتقد انها تغير من خريطة السياحة على شاطئ البحر المتوسط والحالة انه مع كل اللي بيحصل من مجهود في العالمين والإعلان عن مهرجان العالمين من البداية والناس بتسأل إيه هيحصل وإيه الأحداث ومع التغطية اللي حصلة من القنوات الخاصة بالمتحدة للمهرجان الناس بقت بتشوف ومن بره مصر ومن جوه مصر انه في حاجة كبيرة بتحصل على أرض العالمين عرض مميزة من البداية بتتقدم علشان الناس تقدر تشارك وتستمتع بالعالمين كل الناس تقدر تستمتع باللي بيحصل الممشى يعني خيالي اللي موجود في مدينة العالمين والناس مستمتع عليه ويمكن حضرتكم شفتوا لقاءات مع الناس وهي جاية وبتشوف وبتتفرج على المدينة وناس كتير جدا برضو جاية لأول مرة العالمين وده موضوع تاني وجايين يشوفوا القرينة يعني الحجم ده علشان تستوعب حفلات غنائية كبيرة بأعداد زي اللي احنا شايفينها وتبعناها مع حضراتكم على الهوى مباشرة مع رامي وهم الناس دخلة لحفل الفنان تامر حسني